بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة بإذن الله هوفي بوعدي اللي أنا وعدته لكم قبل كده وقلت لكم إن شاء الله بإذن الله لما جاء أفتح على الفسيح هفتحه معاكم النهاردة بإذن الله هنفتح عليه طبعا إحنا خلينا مع بعض الفسيح يعني من مدة إسبوع كده تمام هسيب لكم إن شاء الله بإذن الله لينك الفيديو في التسكريبشن بوكس أو في الفيديوهات المقترحة هنفتح مع بعض بقى النهاردة على الفسيح ونشوف مع بعض عمل إيه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي أول حاجة نشيل اللازق كده اللي إحنا كنا حطينه دير ميدور حوالينا الغطة طبعا إحنا عاملين ده كده إيه لزوم الأمان عشان مش عايزين أي هوى أو أي حاجة كان يدخل جوه عايزين كده نبقى في الأمان ونعمل احتياطاتنا كويس بسم الله الرحمن الرحيم هنشيل الغطة كده ونبتدي بقى نطلع الكيسة اللي فيها الفسيح أنا صرحت معاك الفيديو لأنه بصراحة كان طول كده وبوخ على ما قطح كده لكياس وأطلع كل حاجة طبعا قدامك وأنا مفصلتش بس مصرع بس شوية تمام؟ قادي الفسيح هوريه لكو دلوقتي هبطع الفوديو دلوقتي وهوريه لكو بس واحدة بسم الله ما شاء الله بجدك نطالع حاجة كده ايه؟ تفتح النفس كنت عايزة أكله كده قبل ما نضفه احنا قلنا على الطريقة بتاع التخليل الفسيح في الصيف طبعا في الصيف غير الشتاء خالص يعني أنت البوري بتاعك لما تجي بيه وتخلي ليه في الصيف ما تعملهوش معاملة اللي أنت في الشتاء أو في الشتاء تعمله معاملة الصيف لا بصي كل حاجة اللهم صلى سيدنا محمد كل فاصله ليه الطريقة بتاعته فاصل الشتاء غير فاصل الصيف تمام؟ طبعا في الصيف الحاجة بتستوي بسرعة مش زي الشتاء وخلي بالك من الخطوات اللي بقولك عليها أنا هنا فتحت واحدة صغيرة كده أشوفها معاكم بسم الله ما شاء الله كده اللون ابتدى يبان اللون الورد الجميل بتاع الفسيح بصي الفسيحة أول ما تفتحها وتلاقي اللونها وردي كده عرف اللي هي تمام التمام بسم الله ما شاء الله الريحة مش ريحة الزفارة كده اللي بتشميها كده في المحلات بتاع الفسيح لا ما لهوش ريحة يعني قدي كده تمام مش هقولك ما لهوش ريحة خالص لا ما لهوش ريحة قدي كده يعني ريحة الزفارة دي مش موجودة خالص دبان ببقى ابتدى يزهان ويدخل من الشباك شايفين أكلت حتى كده قدامك عشان تطمينه يعني اللي هو تمام التمام ما فوش أي حاجة شايفين اللون الوردي طبعا الحواف دي اللي واحدة هينظفها كويس بقى بعدين عايزة أقولكوا تتابعي الطريقة اللي أنا خليلتي بها الفسيح بجد حلوة قوي انتو شايفين ما شاء الله الفسيح لونه عامل ازاي من جوه اللون الوردي الجميل حلوة قوي لا فيه دم من جوه ولا هو مثلا ان هو ناشف او كده لا بالعكس طاري واللون الوردي الحلو بتاعه وكمان الفسيحة من برا لونها حلوة قوي اللي هيرجع للفيديو اللي أنا خليله فيه الفسيح هيعرف ان الفسيح ده كله مش بتاعي نص الكمية ليه ونص الكمية لحد تاني كنت عامله يعني معايا فأنا كنت معلمة ديله بتاعي كنت قرطة ديل بتاعه والبتاعي الحد التاني يعني كنت نسيبها سليم زي ما هو علشان بس اعرفه من بعضه ما تقوش فيه تمام كده فأنا بابتدي دلوقتي افصل الفسيح بتاعي يعني الفسيح بتاعي الحد التاني اللي بقول لكم عليه تمام ده بقى بتاعي هنحطه في الفريزر اللي غيرت لما اجي اكله ان شاء الله بإذن الله من شكل الواحد طبعا انا والاولاد وكده يعني نوعات لما نيجي ناكله وده طبعا بتاع الشخص اللي انا عملهوله يعني هلكفته ان شاء الله وابعتهوله وبقى الف هنة وشفة يا رب على قلب اللي هياكل بجد الطريقة دي حلوة قوي اتبعوها وان شاء الله بإذن الله الفسيح هيطل عماكي ناجح ومية مية بالهنة والشفة يا رب على قلب اللي هياكل ما شاء الله الفسيح طري ما هوش ناشف كده ومجلد وفي نفس الوقت ما هوش مهر قوي وبيض يعني والكل اللي بيخاف ان هو يخلي يعني فسيح في البيت لأ ما تخافوش اتبعوا كل الخطوات اللي بقال لكم عليها وان شاء الله بإذن الله هيطلع معاك وتحفى نظفت كده تلات فسيحات وهنبتدل احنا نتغدى بهم النهاردة والباقي ان شاء الله بإذن الله هنعينه بقى في وقت تاني طبعا مش كلنا بنكل فسيح يعني وعايزة اقول لك طالما هيتفضل معاك فسيح او انت مثلا مش هتاكل فسيح في نفس اليوم آآ لك فتحي القوي يحطي في الفريزر تمام عشان بس ما يبص منك وما تخافيش خالص منه هو ما بيتليكش او ما بيمسكش في نفسه قوي يعني آآ لما تيجي تطلعيها تطلعي قبلها مسلا بخمس دقايق هتيجي تاكل منه كأنك لسه عملا دي الوقتي فيش اي مشكلة خالص ما تخافيش وزي ما قلتلك مدة تخليل فسيح في الصيف بتبقى آآ اسبوع او مثلا خمس ايام لو الجو حر خالص يعني خمس ايام آآ بيبقى كده تمام ما تزوديش عن اسبوع في الصيف طب لو في الشتاء في الشتاء هيقعد آآ حسب برضو الجو من خمستاشر لشهر يعني لو الجو برضو يعني داف شوية كده بيبقى خمستاشر يوم تمام لو آآ برد بقى خالص بيدخلوا في عشرين يوم في شهر لو في شهر طوبة تمام بس تخليلي في سيح في آآ في الشتاء بيبقى له معاملات تانية خالص هقول لكم عليها ان شاء الله بازن